موسيقى اهلا بكم عزائي طلبات وطالبات أصف السادس الابتدائي هكون معاكم النهاردة بإذن الله تدراسة مادة اللغة العربية تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم معنا النهاردة درسي من دروس القراءة بعنوان المنصور والطيور من هو المنصور؟ المنصور ده أبو جعفر المنصور هو ثاني الخلفاء العباسيين وهو أقواهم قام ببناء مدينة بغداد وتولى الحكم بعد وفاة أخيه تعالوا نعرف أكتر عن الدرس بعد معرفنا نبزة عن المنصور تعالوا بنا مع بعض نقرأ الدرس ونعرف اللغويات الجديدة وما يرشدنا إليه الدرس ذهب أحد تجار الجواهر من عد إلى بغداد قاصدا قصر الخليفة من الخليفة في الدرس؟ الخليفة المنصور لست ذكرين من شوية ومعه جواهر كثيرة الجواهر الكثيرة والأحجار الكريم فأخذ المنصور منه ما استحسنه ما استحسنه يعني ما راقه ما أعجبه من الجواهر وأعطاه سرة بها ماء دينار السرة دي هي كيس به أموال انصرف التاجر مسرورا وبينما هو في طريقه إلى الشاطئ أو إلى شاطئ النهر وكان اليوم قائزا قائزا يعني شديد الحرارة أراد أن يتبرد بماء النهر فوضع ثيابه وتلك السرة على الشاطئ ونزل إلى النهر فمرت حدئة وخطفت السرة وهي تحسبها لحما وطارت في الأفق ذاهبة بها حزن الرجل حزنا شديدا ويأس من عودة ماله وأصابه الهم والمرض وبلغ خبر الرجل إلى الخليفة المنصور فأحضره وقال له لو جئت إلينا حين وقع لك هذا الأمر لكنا بحثنا لك عن وسيلة نرد بها مالك تبدأ دليل على إيه؟ دليل على اهتمام الخليفة بالرعية ولكن إلى أي الجهات طار الطائر؟ أجاب التاجر طار جهة الشرقي فوق هذا الجبل الذي يلي قصرك يا مولاي السؤال بتاع الخليفة يدل على إيه؟ على حسن التصرف طبعا المنصور بعدها يستدعي الشرطي الخاص به ويأمر بتفقد أحوال تلك الناحية بيقول إيه النص أو الدرس بتاعنا فدع المنصور شرطيه الخاص وأمره بتفقد أحوال أهل تلك الناحية ولم يمضي وقت طويل حتى عاد الشرطي برجل يقول ويردد بين الناس أنه عثر على مبلغ من المال ولم يعرف صاحبه أوقف الشرطي الرجل أمام المنصور فبادره المنصور قائلا له أين المال الذي سقط عليك من السماء؟ والتاجر ينظر ويتعجب فقال الرجل ها هو زا يا مولاي ثم أخرج السرة فقال له المنصور احكي لي ما حدث فقال الرجل بينما كنت أعمل تحت نخلة السقطت أمامي السرة فأخستها وراقني منظرها فقلت إن الطائرة اختلسها من مكان ما فاحتفظت بها حتى أعرف صاحبها تبدى دلال على إن الرجل ماله يتمتع بصفة مهمة جدا هي صفة صفة الأمانة فعجب المنصور من ذلك وقال له لقد علمنا بما قلته بين الناس ولك منا مكافأة على ذلك ثم أعطاه ما أدي نار فرح التاجر وأسنى على المنصور قائلا له حفظك الله يا مولاي للبلاد والعباد تعجب الناس عند سماعهم الحكاية من زكاء المنصور وحيلته ده درس القراءة بتاعنا زي ما قرأناه كده بيتحدث عن زكاء وفتنة المنصور وحسن تصرفه في إدراك خسارة التاجر ومحاولة المساعدة تعالوا كده نشوف مع بعض اللغويات التي وردت في الدرس قاصدا يعني متوجها مضادها عائدا استحسن يعني أعجب بي ومضادها استقبح سرة هي قطعة قماش لجمع النقود جمعها سرر انصرفة يعني ذهب مضادها رجع وعاد قائزا قائزا يعني شديد الحر أو شديد الحرارة مضادها قارصا أو باردا أو شديد البرودة حدأة طائر جارح وجمعها حدآن وحدأ تحسبها أي تظنها الأفق اللي هي الفضاء والجمع الأفاق يأسة فقد الأمل ومضادها أملا وسيلة أي طريقة وجمعها وسائل شرطي الحارس الخاص به تفقد تفقد يعني ملاحظة ومراقبة الناحية يعني الجهة والجمع النواحي يمضي يعني يمر بادره أي عاجله ومضادها أبطأه راقني يعني أعجبني اختلسها أي أخذها خفية أسنى عليه أي مدحه وشكر فيه ومضادها زم حفظك صانك ومضادها ضيعك حيلته خدعته أو مكيدته راقني أعجبني ومضادها ساءني أعطاه يعني منحه ومضادها حرمه أو سلبه شديد جمعها أشداء تعالوا مع بعض نشوف أسئلة الطلاب واستفسارته ماذا فعل الخليفة مع تاجر الجواهر ماذا فعل الخليفة مع تاجر الجواهر أخذ منه ما استحسنه من الجواهر وأعطاه ثمنا له مئة دينار وده دليل على عدله ده دليل على عدل الخليفة تعالوا مع بعض نشوف أسئلة الدرس من بنك المعرفة تعالوا مع بعض نشوف الدرس على طريقة سؤال وإجابة خطفت الحدقة السرة وهي تحسابها إيه؟ قرينا في النص أو في الدرس بتاعنا إن هي كانت تحسابها إيه؟ لحمن الإجابة لحمن أخذ المنصور من التاجر ما استحسنه من الجواهر بالضبط أعطى المنصور التاجر سرة بها قلنا الرقم الذي أو المبلغ الذي أعطاه المنصور للتاجر هو مئة دينار اختر علامة صح أو علامة خطأ تعجب الناس من زكاء المنصور وحسن التصرف الإجابة صحيحة عقب الخليفة الرجل الذي عصر على المال هل هو عقبه أم كافأه؟ طبعا كافأه على أمانته يبقى الإجابة خاطئة اختر الإجابة الصحيحة انصرف التاجر مسرورا وبينما هو في طريقه على شاطئ النهر وكان اليوم قائزا أراد أن يتبرد بماء النهر مرادف قائزا قلنا قائزا يعني شديد الحرارة أو شديد الحر المضاد بتاعها قارصا أو شديد البرودة انصرف التاجر مسرورا وبينما هو في طريقه على شاطئ النهر وكان اليوم قائزا أراد أن يتبرد بماء النهر جمع شاطئ شطئان سل كل كلمة بالمعنى المناسب لها راقاني قلنا من شوية راقاني يعني أعجبني بادره أي عاجله قائزا شديد الحر أسنى عليه أي مدحه أو مدحة صل من العمود ألف بما يناسبه من العمود الثاني تعجب الناس عند سماعهم الحكاية بادر المنصور الرجل قائلا له خطفت الحدئة الصرة ذهب أحد تجار الجواهر النحية الأخرى قاصدا قصر الخليفة المنصور وطارت في الأفق ذاهبة بها من زكاء المنصور وحيلته أين المال الذي سقط عليك أول سؤال معنا تعجب الناس عند سماعهم الحكاية تعجبوا من زكاء المنصور وحيلته بادر المنصور الرجل قائلا له سأله حينها قال له أين المال الذي سقط عليك خطفت الحدئة الصرة وطارت في الأفق ذاهبة بها ذهب أحد تجار الجواهر قاصدا قصر الخليفة المنصور اسحب الإجابة وضعها في مكانها الصحيح كان اليوم الذي انصرف فيه التاجر كان يوما قائزا يعني شديد الحر الطائر الذي خطف السرة هو الحدئة اختطف الطائر السرة لأنه كان يحسبها لحما قائزا كان اليوم الذي انصرف فيه التاجر قائزا الطائر الذي خطف السرة الحدئة اختطف الطائرة السرة لأنه يحسبها لحما اقرأ ثم أجل بينما هو في طريقه على الشاطئ أو على شاطئ النهر وكان اليوم قائزا أراد أن يتبرد بماء النهر فوضع سيابه أو فوضع سيابه وتلك السرة على الشاطئ ونزل النهر فمرت حدقة فقطفت السرة وهي تحسبها لحما وطارت في الأفق زاهبة بها هات ما يأتي معنا كلمة قاصدا يعني متجها جمع كلمة الأفق قلنا من شوية جمع كلمة الأفق الآفاق ماذا فعلت الحدقة بالسرة ماذا فعلت بها كانت تحسبها لحما فاختطفتها ما أثر ضياع السرة على التاجر تاجر حزنة حزنا شديدا ومر تعالوا نشوف الإجابات قاصدا يعني متوجها جمع كلمة الأفق الآفاق ماذا فعلت الحدقة بالسرة خطفتها وطارت بعيدا لأنها كانت تحسبها لحما ما أثر ضياع السرة على التاجر حزن التاجر حزنا شديدا وأصابه الهم والمرض من أين أتى التاجر وإلى أين ذهب؟ قلنا في أول الدرس أتى من عدم وذهب إلى بغداد أي الأماكن قصد التاجر؟ قصد قصر الخليفة المنصور ما الذي حمله التاجر وهو في سفره إلى الخليفة؟ حمل معه جواهر كثيرة وأحجار كريمة بمكافأ المنصور التاجر أعطاه سرة بها مئة دينار السؤال الخامس ماذا فعل التاجر وهو في طريقه؟ بين ما حدث بعد ذلك كان اليوم قائزا وأراد أن يتبرد بماء النهر فوضع سيابه وتلك السرة على الشاطئ ونزل إلى النهر فمرت حدقة فقطفت السرة وهي تحسبها لحما وطارت في الأفق لماذا خطفت الحدقة السرة؟ لأنها كانت تحسبها لحما صفحالة التاجر عندما فقد سرة أمواله حزن حزنا شديدا بما أمر المنصور شرطية؟ أمره أن يبحث في جهة الشرق تعالوا نشوف الإجابات مع بعض كده الإجابة لأنها كانت تحسبها لحما لماذا خطفت الحدقة السرة؟ لأنها كانت تحسبها لحما صفحالة التاجر عندما فقد سرة أمواله حزن حزنا شديدا ويعس من عودة ماله وأصابه الهم والمرض بما أمر المنصور شرطيه الخاص أمره بتفقد أحوال تلك الناحية ما القول الذي ردده الرجل بين الناس؟ لسؤال التاسع سؤال العاشر كيف وصلت السرة إلى الرجل الأمين؟ وماذا فعل بها؟ سؤال حدوشر أين كان يعمل الرجل الذي سقطت عليه السر؟ سؤال اتناشر ما رأيك في سلوك الرجل الذي وجد السر؟ تعالوا مع بعض نشوف الإجابات ما القول الذي ردده الرجل بين الناس؟ ردد أنه عصر على مبلغ من المال ولم يعرف صاحبه كيف وصلت السرة إلى الرجل الأمين؟ وماذا فعل بها؟ كان يعمل تحت نخلة وسقطت السرة أمامه فأخذها وأعجب بمنظرها طب هو تصرف في المال الذي وجده أم لم يتصرف فيه؟ لم يتصرف به بل احتفظ بها حتى يعرف صاحبها ما رأيك في سلوك الرجل الذي وجد السر؟ سلوك حسن يدل على أمانته بما كافأ الخليفة الرجل؟ بما كافأ الخليفة الرجل؟ ولماذا؟ كافأه بمئة دينار بما دع التاجر للخليفة بعد عودة ماله؟ فرح التاجر وأسنى على المنصور وقال له حفظك الله يا مولاي للبلاد والعباد بما تصف كلا من الرجل الذي سقطت عليه السرة والمنصور نصف الرجل بأنه أمين وصادق وبما نصف المنصور نصفه بالحكمة والزكاء وحسن التصرر مما تعجب الناس عند سماعهم الحكاية؟ تعجبوا من زكاء المنصور وحيلتهم تعلمنا إيه من الدرس ده معنا النهاردة؟ تعلمنا إيه؟ تعالوا كده نشوف ماذا تعلمنا من الدرس؟ تعلمنا أن التجارة وسيلة من وسائل السراء وتعلمنا ضرورة رد الحقوق لأصحابها وأيضا تعلمنا أن الأمانة لا تضيع صاحبها أبدا وأن الزكاء يكشف كل غامل وأيضا تعلمنا أن حسن التصرف من صفات الخليفة أو الراعي تعالوا مع بعض نكمل الجمل الآتية حزن الشاعر حزنا شديدا ويأس من عودة السرة أو عودة ماله بلغ خبر التاجر إلى من؟ إلى الخليفة فأحضره إلى الخليفة المنصور دع المنصور وأمره بتفقد أحوال تلك الناحية من الذي دعاه المنصور؟ دعا شرطية اختر علامة صح أو علامة خطأ خطفت الحدء سرة من المال من على شاطئ النهر الإجابة صحيحة أمر الخليفة التاجر بتفقد أحوال أهل الناحية الإجابة خاطئة أمر الشرطي طارت الحدء بالسرة جهة الجنوب الإجابة خاطئة طارت جهة الشرق بينما كنت أعمل تحت نخلة إذ زقطت أمامي السرة فأخذتها وراقني منظرها فقلت إن الطائر اختلسها من مكان ما معنى كلمة راقني راقني يعني أعجبني طيب جمع كلمة السرة السرر خطفت الحدء السرة وتارت جهة الشرق سل كل كلمة بالمفرد المناسب لها الجهات مفردها إيه؟ الجهات مفردها الجهة طيب الأحجار الحجر الجواهر مفردها الجوهرة العباد العبد اسحب الإجابة وضعها في مكانها الصحيحة كافأ الخليفة المنصور الرجل الذي عصر على السرة بمبلغ بمبلغ مئة دينار حفظك الله يا مولاي للعباد والبلاد أو للبلاد والعباد قائل العبارة هو التاجر عندما يأس التاجر من عودة ماله أصابه الهم والحزن وبكده نكون انتهينا من درس القراءة اللي بعنوان المنصور والطيور تعالوا كده قبل ما نختم نلخص اللي احنا خدنا النهاردة النهاردة خدنا إن كان فيه تاجر جاء إلى الخليفة المنصور من عدن إلى بغداد أراد أن يريه الجواهر التي يحملها أو التي يملكها فأخذ منه الخليفة المنصور ما استحسنه من الجواهر وأعطاه مبلغا من المال وبعدها أراد التاجر أن يتبرد في الشاطئ فخلع ملابسه وترك سرة الأموال على الشاطئ فجاءت الحدقة وخطفت كيس أو سرة المال كانت تحسبه لحما وطارت جهة الشرق وعندها حزن التاجر حزنا شديدا وبعدها علم الخليفة المنصور بهذا الخبر وأراد أن يساعد التاجر وده دليل على حسن رعاية الرعية وبالتالي عندما ذهب التاجر إلى الخليفة المنصور أمر الخليفة المنصور شرطية بأن يبحث في جهة الشرق التي طارت إليها الحدقة وبعدها وجد رجلا يقول بين الناس أنه وجد أو سقطت عليه سرة من المال فأتى الشرطي بالرجل إلى الخليفة وسأله عن السرة فأجابه أنه قد وجدها بالفعل أثناء عمله وأعطى السرة إلى التاجر وده دلالة على حسن تصرف الخليفة المنصور ودلالة على أمانة الرجل أشوفكم في حلقة تانية وأتمنى لكم دوام التمييز والنجاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر